موسيقى السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على مية جول 14 برو ماكس وسحب على مية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بالفيديو فوز لقجع يعلن تغريم الأهل وإيقافه قيده بسبب محمود كهرباء يسعى المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرات القدم بالناد الأهلي إلى توقيع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل مواصلة المنافسة على ألقاب وتقديم الأداء المطلوب في الموسم الجديد وطالب كولر إدارة الناد الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتعاقد بسرعة مع مهاجم صوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل مواصلة المنافسة على ألقاب وتقديم الأداء المطلوب ويأمل الكولر في التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيلة لجل استفادة من الفرص الضائعة ويكون بديلا قويا للثناء محمود كهربا ومحمد شريف وستطاع الفريق الكروي الأول ندلها لأحرز لقب دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال في موسم 2022-2023 بعد فوز على نظير المغربية الودادة البيضاوية برصيد ثلاثة هدف مقابل هدفين في مجموع المباراتين شاهد بيان عاجل من الفيفا يلونيقاف محمود كهربا وتجميد قيد الأهل تصدر اسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادى الأهل المصرية وحركة البحث خلال الساعات الماضية حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية قبل العودة إلى المبارات المحلية ونجح الأهل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 11-10 في تاريخ النادي بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 مقابل 1 بملعب بكزابلانكا في مبارات العودة والفوز الأسبوع الماضي في مبارات الذهاب بالقاهرة 2 مقابل 1 وصافر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهل من المغرب إلى سويسرا مباشرة لقضاء جزة تستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهل على راحة سلبية لمدة سبعة أياما تبدو من اليوم حتى يوم الأحد المقبل الموافقة الثامن عشر من شهر يونيو الجاري وذلك عقب التتوجب دور أبطال أفريقيا للمرة الحادي عشر في تاريخ الفريق شاء تصريحات فوزي لقجع بعد إيقاف محمود عبد المنعم كهربا كشف تقرير صحفي عن أزمة تواجه نادى الأهل قبل مواجهة الوداد المغربي غدا الأحد في ياب نهاي دور أبطال أفريقيا وذكر موقع مارس إكسبريس المغربي أن الأهل مهدد بعقوبات صاري مع حلاء شراك لعبه مع حمود كهربا أمام الوداد وذلك بعد قرار نادى الزمالك بتقديم شكوى جديدة لدى الاتحاد الدول لكرة القدم فيفا بشأن عدم تنفيذ لعب الأهل الحكم الصدر ضده وأضاف أن الزمالك راسل فيفا حول عدم امتثال لعبه السابق ولعب الأهل حاليا محمود كهربا بتزدد غرامة في الوقت المحدد من قبل المحكمة تحكيم رياضية دولي وهو ستين يوم منذ فبراير الماضي وكشف الأعلام سيفزهر أن مبلغ الغرامة المستحق على محمود كهربا لعب الأهل لصالح نادى الزمالك جاهز للسداد وهي الغرامة البالغة قيمتها اثنين ملون ونصف دولار عقوبة لن يواجهها كهربا مجددا شاهد بيان عاجل من باتريك متسبي عن النادى الأهل ومحمود كهربا كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنم كهربا لعب فريق الأول للنادى الأهل مفاجهة بشأن يستداد اللعب غرامة نادى الزمالك بعد قرار اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإلزامي بدفع اثنين مليون دولار ويستعد محمود كهربا للمشاركة مع النادى الأهل في مواجهة الوداد المغربي غدا لحد بإياب نهاي بطولة دوري عبطل أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالمغرب وقال أشرف عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية كهربا يحق لها المشاركة مع الاهل أمام الوداد المغربي في نهاي دوري أبطل أفريقيا ولن يتم إيقافه قبلها وآخر يوم لسداد غرامة الزمالك غدا لحد الحادي عشر من يونيوم أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات فوزي لقجع تحدثت العالمية سيهام صالح عن خطة تفاوض النادى الأهل مع ليفوري جان فليب كاراسو لعب فريق سنت إيتيان الفرنسي لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة وقالت سيهام صالح في برنامج لكلاسيكو الموذع على دي أم سي الأهل فعلا عنده رغبة كبيرة في التعاقد مع اللعب ليفوري لأسباب كثيرة أهمها تميزه الفنية وكمل أن الصفقة مجانية وأضافت الأهل راصد مرتبة مغرية جدا للحصول على خدمة اللعب قيمته مليون واربعمائة وخمسين ألف دولار في الموسم الواحد وبعقد المدة ثلاث سنوات شهد تصريحات مدرب الوداد المغربية عن الأهل إيهانة كبيرة قالت مصادر داخل النادى الأهل أن هناك ترحيبا شديدا براحل نجم الفريق في انتقالة الصيف القادم بناء على العرض المغرى الذي يمتلكوه فضلا عن رغبة اللعب نفسه في الاحتراف وأضافت فرص وقا حمد فتحي في الأهل الموسم المقبل ضعيفة بعد تمسك اللعب بالرحيل إلى وكر القطرين نهاية الموسم الحالي وأوضحت كل الأمور مؤجلة لحين الانتهاء من مباراة الوداد المغربي بعد غد في نهاي أفريقيا ولكن هناك ترحيبا كاملا براحل اللعب في المريكات الصيف لينعاش خزينة النادي ماليا كما حسم النادى الأهلية ولصفقاته الصيفية لتدعم صفوفه في المريكات الصيفية بعد الحصول على الضوء الأخضر من مرسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن التعاقد مع نجم أحد أندية المقدمة في الدور المصري الممتازة وعلمت فيتو أن الأهل ينهى اتفاقه مع محمد رضا بوبو نجم فيوتشير وحصل أتوقعه وتوقع فقط بعد روتوش الأخير مع إدارة نادي فيوتشير ولكن اللعب سيكون ضمن صفوف الأهل في الموسم القادمة وقالت مصادر أن التعاقد مع محمد رضا بوبو سيكون تمهيدا للموافقة على رحيل حمد فتح لعب الأهل إلى الوكر القطري نهاية الموسم الحالية والتقي فريق الأول كرة القدم بالنادى الأهل مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربية في إياب الدور النهائي لبطولة دور أبطل أفريقيا في اللقاء المقرر يقامته مساء بعد غدر الأحد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أول التعلق من أبو تريكا على إصابة مصطفى شبير يستعد نادي التحاد جد السعودي إلى إجراء العديد من التغييرات الجوهرية والهامة داخل فريق الأول كرة القدم الذي يقوده المدافع المصري أحمد حجازي كابتن الفريق بالوقت الحالية وتأتي التغييرات المنتظر إجراؤها داخل صفوف الأتية بإتمام التعاقد مع اللعب الفرنسي دولي كريم بنزيمة جدا رسميا وثالك مقابل نحو 200 مليون يورو سنويا وأشار بعض المحللين الرياضيين إلى أن وجود اللعب كريم بنزيمة ضمن صفوف فريق الاتحاد وهو ما سيجبر قدرات الفريق على إشراء تلك التغييرات الجوهرية بالفريق حيث وصلت قيمة الصفق إلى 200 مليون يورو سنويا والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات هل تم يقف محمود كهرباء رسميا؟ لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي